بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المشرف لكن ده تأكيد كبير جدا خلال الفترة السابقة اللي كلها اكاذيب والدعات افترائية الاستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر وشهادة للتاريخ مع الاعلامي الاستاذ احمد موسى في قناة صدى البلد تعالوا نسمع ونشوف ونرجع لحضراتكو مرة تانية المتحدث باسم صندوق تحيا مصر مساء الفل سيد احمد تحياتي الحضرات من كم يوم النادي الاهلي طلع بيان كده من خطب الصندوق لكشف حقائق لتسلمها سواء عينية او مالية او غيره وساعات وغيره وفق البرتوكول وقع مع الصندوق في مارس 2021 ايه الحقيقة؟ الحقيقة يمكن الصندوق تحيا مصر وقع برتوكول تعاون مع النادي الاهلي لتنفيذ رغبة الشيخ تركي اهل الشيخ المستشعر تركي اهل الشيخ فيما يتعلق بتسليم الهدايا اللي تم اهداءها للنادي الاهلي سواء بشكل مادي او بشكل عيني الى صندوق تحيا مصر في شكل تبرع من المستشعر تركي والحقيقة النادي الاهلي كان اعلن ده ان هو مستعد ان هو سواء ان هو يسلم هذه الهدايا الى المستشعر تركي او يقولها الى اي حد يحدده المستشعر تركي اهل الشيخ وبالتالي هو نفذ رغبة المتبرع ان هو تم تسليم هذه الهدايا سواء المادية او العينية لسندوق تحيا مصر بموجب بروتوكول تم تحريره في مارس 2021 ومن الوقت ده الموضوع انتهى بشكل كامل ان كل ما هو يتعلق بالهدايا وهي المبالغ المادية قالت الى صندوق تحي مصر كتبرع من المستشعر تركي اهل الشيخ والموضوع انتهى على كده شكرك شكرا جزيلا سيد محمد مختار متحدث باسم صندوق تحيا مصر كل التحية لحضرتك بعد الشهادة للتاريخ من الاساس محمد مختار في حق مجلس ادارة النادي الاهلي كان النادي الاهلي نزل ببيان بيكشف فيه الاكاذيب والافتراءات اللي خلال تلات اربع سنين سابقة بتلاحق او بيتكلم عنها بعد الاشخاص عن نزاهة النادي الاهلي عايز ارجع لحضراتكو من بداية القصة من سنة 2018 لما طلعت الاكاذيب والاقويل والشاعات النادي الاهلي بالمناسبة هو اللي طلب في 2018 وكان وقتها موجود المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة استعرضوا معنا الجواب علشان نشوف ونفكر الناس نفكر الناس اللي مش مريضة نفكر الناس اللي نيتها سليمة استعرضوا معنا الجواب كده لو سمحتوا وقتها كان النادي الاهلي هو اللي طالب وزارة الشباب والرياضة وقال التأكيد على ان تلك الاموال دخلت الحسابات الاول برجاء التفضل بتشكيل لجنة مالية النادي الاهلي هو اللي طلب النادي الاهلي هو اللي بيطلب من المسؤولين ومن الجهات الارقابية ومن نصرات الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية لمراجعة وحصر كافة الاموال التي تبرع بقى ترك الشيخ والتأكيد على ان تلك الاموال دخلت الحسابات البنكية للاهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الادارة وتم صرفها في الاوجه المخصصة لها بمستندات موثقة ده كان بيان النادي الاهلي في 2018 او خطاب النادي الاهلي في 2018 النادي الاهلي هو اللي بيبعت للناس هو اللي بيقول للجهات الارقابية وللحكومة وللوزارة تعالوا فتشوا ورقبوا علينا في 2020 ودي اعلى جهة رقابية نيابة الاموال العامة نيابة الاموال العامة بتاريخ 23 23 استعرضوا معنا الجواب ركزوا معنا في الكلام المهم جدا من فوق النيابة العامة مكتب النائب العام نيابة الاموال العامة العليا شهادة القضية رقم 322 لسنة 2018 حصر اموال العامة العليا والمقايدة برقم كذا 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 شوفوا معنا بقى في النص بتاريخ 23 23 لازم نوقف قدام الجملة دي انتهى التصرف في القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان العام على المال العام وقيدت برقم 10 لسنة 2020 شكاوة محفوظة شكاوة محفوظة يعني القضية تحفظت تاني تاني علشان اللي ما بيشوفش تاني علشان اللي بيروج الإشاعات والأكاذيب بتاريخ 23 23 انتهت تصرف في القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وقيدت برقم 10 لسنة 2020 شكاوة محفوظة وتم إصدار الشهادة من نيابة الأموال العامة بتاريخ تحت تحريرا في 4 4 20 هل الأكاذيب انتهت هل أصحاب أصحاب النواية السليمة كفوا وابتعدوا عن النادي الأهلي لا فضلوا في ترديد الإشاعات والأكاذيب وده عادتهم ده عادتهم إلى أن أتى صندوق تحيا مصر وجهوا اتهمات أخرى وأكاذيب أخرى لمجلس إدارة النادي الأهلي في مارس 2021 النادي الأهلي أو قبل 2021 حابب أقول لحضراتكم بالتواريخ في 2 6 2020 النادي الأهلي هو اللي خاطب صندوق تحيا مصر علشان يرد كل التبرعات والهدايا العينية في كام؟ 22 26 20 إلى أن أتى صندوق تحيا مصر وتحط بروتوكول لرد كل الأموال وكل الهدايا العينية تم استردادها إمتى في 10 23 2021 من اللي قال الكلام ده؟ الأستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر النادي الأهلي وضع بروتوكول مع صندوق تحيا مصر وعلى أساس البروتوكول تم استرداد كل الأموال وأيضاً الهدايا العينية في 10 23 21 يعني نتكلم من إمتى؟ يعني ما يقرب من سنة ونص سنة ونص والنادي الأهلي ساكت محمود الخطيب لا يتكلم على مدار 3 سنين إشاعات وأكاذيب علشان ما نقول إن النادي الأهلي ومحمود الخطيب ومجلس إدارته رجال دولة يبقى هم رجال دولة لما البروتوكول اتحط وسبوا الأمر متروب لسندوق تحيا مصر هم اللي يعلنوا علشان زا ما احنا عارفين إن ده صندوق سياسي سيادي صندوق سيادي بيتبع الدولة فالنهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي والكابت المحمود الخطيب تركوا الأمر كاملا لسندوق تحيا مصر علشان هم اللي يعلنوا إلى أن أتى بعدها بسنة ونص الناس بتؤكد أو بتبرق مجلس إدارة النادي الأهلي والكابت المحمود الخطيب وإذا أقول لحضراتكم كابت المحمود الخطيب مش محتاج براءة الرجل معروف بتاريخه معروف بنزهته لكن ده تأكيد مهم جدا مهم جدا ترجمة نانسي قنقر